السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انت معاك هرورة مية صغيرة او ازازة مية صغيرة. تقدر تعمل بها جهاز علشان يقدر يبرد لك غرفة بتاعك او جهاز تبريد تكييف يعني او مقارب لها التكييف. زي ما انت شايف كده اداء الازازة انا استخدم الكونات بسيطة جدا معي مروحة صغيرة ادي مروحة باور سابلاي هتلاقيها موجودة عند اي حد اه صيانة كمبيوترات. هكلاقي المروحة دين موجودة عنده. زي معانا الترانس هنا اتمره. وده شكل الترانس. ده شكل الترانس ده. ده اتناشر يعني تقريبا في حدود تلعين جنيه. والمروحة في حدود العشرة جنيه. وازاز المياه دي او قرورة المياه دي. هتلاقيها موجودة في اي بيب مصر دايما الناس بيحط فيها. خيب. دلوقتي انا بحطوا المروحة كده. والله اخف بمقاسات المروحة عندي على الازازة. باقي الالم في المصر. يعني بفق بمقاساتها كده. بحاول ان انا معضارش قوي في اه المساحة بتاعت المروحة علشان دي المروحة هتخش تركب فيها. اه كده انا فات مساحتي كده وببدأ هقص المنطقة دي. بس انا معي سقط كده صغير تقدر تجيبه برضو من اي حد عنده كمبيوترات. ده تقريبا باتنين جنيه. والتركب هنا. علشان تقدر اه تتحرز بالقرورة دي. ميباش. لازل في الترانس على طول. دلوقتي انا دلوقتي انا هركض دي هنا وهقص المنطقة دي واركب المروحة فيها وانا واريكم اه لو في اي غطة فوق انت بتشيله. في غطة فوق ده. بتشيله كده. تمان. وعلشان يجيب اه الهواء بابدو يخش الهواء من فوق. يبقى فيه ذات حتى هوية. لكن ما تفتحش اي مكان غير مكان المروحة اللي انا هركبها معكم. زي ما انت شايت كده دي شكل المروحة وشكل الازازة. كانت بالشكل الوكمكو ده كده. هنا. تمام. وده كده السوكت اللي انا كنت عامله. ومعنا رمز اللي هو اه اتنوش الفولت. ده اللي وركبنا كده. على طول المروحة بتشتغل. خلي بالك بقى ان فيه منطقة للشفت. يعني هيك منديل وقف قدامها المروحة كده. شوف المروحة هتعمل شفت ولا طرد للهوة. يعني لو جبت منديل كده. وهتلاقي المروحة يعني جايب هوا بالاتجاه ده. تمام كده خلاص. دي كده مهمة الازازة دي. انت بس قولي عليك. قولي عليك انك اتروح بس تجيب مكعبات التلج قدامك دي. وتبدأ تحط مكعبات التلج عندك جوة الازازة. زي ما انت شايف كده احنا ملينا الازازة زي ما عاكم هنا بالتلج. هنا لحد نصها. حد بس ما تيجي توصل يعني قرب المروحة كده. واق الهوى بصراحة يعني جايب هوا تحفى. يعني التكييف لوحده ده. وبكده انا قلت لك ازاي تقدر تحول الازازة زي دي لتكييف صغير تقدر تحطه عندك على المكتب او تحطه قدامك على الكمبيوتر. وانت متزاكر. بصراحة مش هيكلفك كتير جدا كل الموضوع ممكن يكلفك. اربعين جنيه بالكتير قوي. الازازة ممكن انت تشتريها لو هي مش موجودة عندك. بس مش معقولة يعني هي كل موجودة في كل بيت مصر دلوقت. الفكرة برضو لو الناس بتخرجني بتخرج علي من خارج مصر تقدر تافض الفكرة دي وهتنجح معاك. والكهرباء اتناشر فولت زي ومكتوب قدامك كده. اتناشر فولت واحد وعشرين من عشرة انبير. بلك شعب الانبير خليك في الغلطة هنا. اتناشر فولتة بس. وهتلاقي الفكرة اللي نحك معاك. بصراحة الفلفة طحفة جدا. خلي الغطل اللي فوق مفتوح علشان يكافيه تهوية بالمرة. وكده انا شوح انتهى. نشوفكم في حلقة دنيا. مع السلامة.